وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الظروف الإنسانية التي يعيشهاها لغزة تعد محفزا لكل شعب مصر للانطلاق بأقصى قدرة لمساعدة الأشقاء في القطاع وقال مدبولي أن القافلة التي يديرها وينظمها صندوق تحية مصر إلى قطاع غزة تضم 199 شاحنة تحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة طلاق القافلة التي يديرها وينظمها صندوق تحية مصر إلى قطاع غزة والتي تتكون من 199 تريلة وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات لأهالينا في غزة والحقيقة طبعا الظرف الإنساني الرهيب الذي يوجد أهالينا في غزة النهاردة الحقيقة كان محفز لكل شعب مصر ولكل المؤسسات المصرية علشان تنطلق بأقصى قدرتها لمساعدة أهالينا وأشقاءنا في غزة